هذا وكان معالي الدكتور تيدروس دهنون جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد اطلع على الجهود الصحية المبدولة في الخدمات الطبية الملكية في المستشفى العسكري لمواجهة فيروس كورونا حيث أكد على تميز هذه الجهود والكفاءة العالية للكوادر الوطنية والاستعدادات الكاملة للتعامل مع الحالات الحريجة جاء ذلك خلال جولته لعدد من المراكز والمستشفيات في المملكة تجربة ثرية وجهود حثيثة اطلع عليها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال زيارته للخدمات الطبية الملكية وتحديدا وحدة العناية المركزة لمرضى كورونا والتي برهنت على نجاح إجراءات المملكة في توفير العلاج اللازم وتأحيل الكوادر للتعامل بكل احترافية مع هذه الجائحة هذه التجربة مذهلة هناك قصة قالوها لي عندما سألت عن عدد الحالات الموجودة في وحدة العناية المركزة فقالوا لي بأنه لا توجد حالة مصابة وأنها للمرة الأولى منذ ارتفاع الحالات فأنا مسرور لأن ذلك يبين أن حالة الكورونا تتحسن وتتقدم ونعرف بأنكم ستحافظون على هذا التقدم وهذا جيد ونتيجة لذلك هناك شيء ملفت بأن هذا المكان كان مواقفا للسيارات وتم تحويله إلى وحدة عناية مركزة وتوجد به 113 سرير بينما أن المستشفيات الكبيرة تحتوي عادة على قرابة الأربعين سرير مخصصا للعناية الخاصة فوجود 113 سرير هكذا في سبعة أيام شيء مذهل يمكن فقط حماية أرواح الناس عندما نقوم بها بهذه السرعة وليس ذلك فقط للعمل بهذه السرعة واستخدام هذه المميزات والمرافق التي تم تحويلها إلى وحدة عناية مركزة لمواجهة كورونا وأنا اقترحت لكل المسؤولين هذا الصباح بأن يتم توثيق هذه الجهود لأنها من الممكن أن تساعد دول أخرى في أن تصدي الجائحة وقالوا لي بأنهم سبقوا أن نشروا تجربتهم وخبرتهم حول هذه الوحدة إشادات واسعة وانبهار كبير انعكس على إثر هذه الزيارة إلى مختلف دول العالم برهن عليه العمل المتواصل ضمن فريق واحد وتشارك مسؤول من مختلف المؤسسات الرسمية والوعي المجتمعي للتصدي لفيروس كورونا زيارتنا الآن لهذه المنشأة الصحية يمكن فيه ثلاث أشياء مهمة أنه لازم نذكرها أول إشي الجهود الجبار اللي يشتغلوا عليه إنهم يعيدوا تأهيل مكان هو مفروض يكون موقف إنه إعادة تأهيله بالكامل وإعادة استخدامه بشكل فعال بحيث يكون كمنشأة صحية بتقدم الرعاية المتخصصة فهذا ما يدل على الرؤية الحكيمة ويدل أيضاً على الجهود الجبارة اللي من الطاقم الطبي كمان ومش بس الطاقم الطبي فيه كمان إحنا كمان كمنا الآن بلقاء المهندسين وطاقم مختلف اللي عملوا جنباً إلى جنب لتأهيهاتها بس اللي أنا كمان شفته التهيئة كانت مدروسة وكانت كمان على أسس علمية ومنهجية سعيد جداً صراحةً بسماعي شخصياً لكمية الإشادة من مسؤول ومدير منظمة عالمية اللي هي منظمة الصحة العالمية حقيقةً ريال يعني شاف جميع المراكز للعلاج للكوفيد-19 في البحرين وأشاد بهذه الملحمة التواصل والتعاون ما بين جميع الجهات من أرض المعارض إلى الـ FICU الحالياً والحمد لله رب العالمين اليوم نحن دخلنا الـ FICU ما عندنا ولا مريض موجود عندنا فالحمد لله هي المكان وشاف الانطباع العام وشاف الروح الإيجابية في المواطن البحريني وشاف أن هذا المكان أقيم على أيدي بحرينية تجربة البحرين التجربة الفريدة في مواجهة الفيروس اعتمدت على التنوع والابتكار والتجديد في الوسائل والأدوات والسبل للتعامل بكل منهجية واحترافية مع المتغيرات المتسارعة لانتشار الجائحة والسيطرة على مسارها والحد من آثارها على المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين زيارة تؤكد نجاح إجراءات مملكة البحرين والخدمات الطبية الملكية على وجه الخصوص في التصدي لجائحة كورونا مما وضع اسم مملكة البحرين على خارطة العالم الصحية بإشادة دولية وأممية واسعة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين